أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية القطع الخاص كواحد من أعمدة نموي وتطوري في مصر لفتن إلى مات واجه البلاد من تحديات كثيرة داخليا وخارجيا وخلال جلسة حوارية في افتتاح فعاليات مؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية أشار مدبولي إلى انتهاء مصر من مراجعتين مع صندوق النقد الدولية أود أيضا أن أرحب بممثلي القطع الخاص المصرية وهم أهم عمدة النمو وتطور في مصر أود أن أبدأ بما حدث بالفعل في خلال الأشهر الماضية بالطبع لدينا الكثير من التحديات وأعتقد أن هذه التحديات توجهها الكثير من الدول حول العالم فمصر بالطبع لديها موقف مميز للغاية في المنطقة التي بها الكثير من التحديات داخليا وخارجيا ولدينا الكثير من التحديات أمامنا وأعتقد أن جميع الخبراء قاموا بالتحفيظ لأن ليس لدينا الوقت لأن نخفف من العواقب ولكن يجب علينا أن نعمل باستهداف جذور هذه التحديات والمشاكل من خلال القرارات القرية والشجعة ونحاول أن نتعامل مع جميع العواقب من خلال هذه الإجراءات وأنا أعتقد أننا تمكننا بنجاح أن نحاول أن نتعامل مع كل هذه العواقب الخاصة بجميع الإجراءات التي اتخذت خلال الأشهر الماضية الكثير من Yup